كابتن أسامة ألف مبروك أعتقد فوز مستحق نتيجة السيطرة الميدانية في المباراة طبعا بعد ما حصل التعديلات في الشوت الثاني عملت زيادة عددية كويس في الثمانتشر بين زور شريف وعبدالقادر وطاهر في الجانب اليمين وعبدالقادر في الشمال وأفشى من وراهم هو برستاو فعملت كسافة ولاحت أكتر من فرصة فكنا متأكدين إن شاء الله أنه ممكن يجي هدف التعادل على الأقل ويمكن لو كان فيه وقت شوية كنا هنكسب اللقاء فمبروك لجماهير النادي الأهلي طبعا كلها بس طبعا خصوصية أكتر للجماهير اللي حضرت في الملعب لأنها كان لها عامل السحر أنها تخلي لعيبة تقاتل لغاية آخر ثانية مبروك للجهاز الفني واللعبين وكل الناس اللي تعبوا في المباراة مبروك لمجلس الإدارة مبروك لكل من ينتمي للنادي الأهلي مكسب حلو جدا في وقت صعب والأهلي متعود على كده وهارد لك لفرقة الرجاء بازل وجهد كبير جدا طوال التسعين دقيقة هارد لك اليوم وهم نادي كبير وربنا وفاهم في بطولات تانية ترجمة نانسي قنقر